احبائي اهلا بيكم في حلقة جديدة من بناميكو مدارب حياة مسيحية سؤال بتاع النهاردة واحدة بتقول انا بقرأ الاجبية واحيانا بشعر بملل ماذا افعل بتقرأ الاجبية وبتشعر بملل احنا قلنا يمكن الكلام ده قبل كده في فرق بين الصلة والاتصال الصلة بين ربني وبين ربنا يعني انا راجل مسيح انا واقف اصلي الاتصال يعني فيه اتصال بيني وبين ربنا باستمرار اللي بيخلي الانسان يشعر بملل ان انا بصلي من غير اتصال انا مفيش اتصال بيني وبين ربنا وربنا يعني كلام واضح جدا اسألوا تعطوا طلبوا تجدوا كرا يفتح لكم كل شيء مستطاع للمؤمن كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنلونه الايات واضحة جدا جدا المشكلة عندي انا هل انا لما بطلب انا بطلب بان الايات دي انا واقف يعني خلاص بقولها من كل قلبي في صلة بيني وبين ربنا ولا لأ ربنا قال لي اللي انت عايزوا ادهولك عارفين مرة من المرات كنت في المغرب وبعدين كان فيه زحمة في الشوارع وبتاع في الحتة اللي انا فيها في ايه مع في ايه قال وصل الملك بتاع المغرب هيمشي بعد شوية هيمشي في الشارع الفلاني وفي الشارع الفلاني ده هو وهو ماشي على رجليه متعود يعمل الموضوع ده باستمرار وهو ماشي على رجليه اي حد يوصله يطلب منه اي حاج يدهيله بس انا مش كلا ازاي تقدر توصله من الزحمة بقى وبتاع لكن اي حد يوصله عايز فلوس عايز سلفية عايز شغل عايز جواز سفر عايز بتاع يدهوله طالما وصل الملك لازم يدهوله فانما روحت الوقتين عاد تفكر بينه بالنفسي الله طب ما احنا الملك بتاعنا وملك البلوك رب الارباب بسهولة جدا وصله ده في اي وقت وفي اي مكان وفي اي لحظة ودل الاربعة وعشرين ساعة قدرت وصل معاه وقال لنا كل ما ترطبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه فانا لما بصلي وفي اتصال بيني وبين ربنا عمري ما اشعر بملل لكن لو صليت من غير اتصال يعني حضرتك وانت كده السؤال ده هو بتقري الاجبية من غير اتصال بينك وين ربنا فانت بتقري بتقري بتشعري بملل لانك عمالة تقري تقري حاجات ما انتش بتقوليها بمشاعر واحاسيس بتقوليها بلسانك بس فتعويدي يقولي ولو مزمور واحد بس بمشاعر واحاسيس هتحس ان الوقت مع ربنا في منتهى الجمال هتقولي مزمير كتيرة جدا بمشاعر واحاسيس الوقت هيعدي وانت شعر بمنتع السعادة وثقة في كلام ربنا اللي قال لنا كل هذه العود احنا مش محتاجين غير ان احنا بس نغمض علينا ونتواصل مع ربنا صح هنبصي لايه كل الوقت اللي بضيه بالساعات وقت ممتع جدا وكويس جدا حتني مهمة جدا اكتر حاجة تدل على ان انا صلاتي كانت صح مشاعري واحاسيسي لو جيت بعد الصلاة حاسيت بالخوف وبالقلق ومشاعري وانا مكنش بصلي مش ممكن مشاعر والاحاسيس هي اللي تفضح طريقة الافكار فانا رأى افكاري صح وكنت متواصل صح مع ربنا خلاص مشاعر والاحاسيسي في منتهى السعادة لان انا كلمت ملك الوقت رب الالقلق من غير زحمة في الشوارع من غير زلط من رأي حاجة ده ببساطة جدا وقال لي بس كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين انا قل لي قل لي بس انت عايز ايه ادعيني فوقت دي خانقزك فاتو مجد تمام نبتد نعمل الموضوع ده ويكون عندنا في الصلاة تواصل بيننا بربنا مش مجرد صلاة هتفرق تلك جدا في حياتنا شكوركم نشوفكم الحلقة جاءة ان شاء الله اشتركوا في القناة